الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه أحباء في الله لقاء جديد وحلقة جديدة مع الطب الآمن حلقة النهاردة أيها الأحبة في الله هنتناول فيها عدة موضوعات أهمها هو شوكة القدم ما فيها وما عليها كيف نشأت وكيف يمكن أن نعالجها بطرق بسيطة وسهلة وميسرة تاني حاجة نتنقلها في هذه الحلقة اختلاف الشخصية وطلق العلاج يعني اختلاف الشخصية وطلق العلاج منقول أن كلنا نسيج مختلف ما فيش اتنين زي بعض حتى أصابع الإيد كلنا عارفين البصمة كل واحد مختلف عن التاني ممكن مريض ياخذ نوع من العلاج يخف واحد ما ياخدش واحد ياخد نفس النوع بس ما يخفش واحد يتحسن واحد حالته تسوق العلماء يقولوا اختلاف الشخصية يؤثر على استجابة الجسم للعلاج ده اللي هناخده في الجزء الثاني من الحلق الجزء الثالث اللي هنتكلم فيه عن النسيج الزكي النسيج الزكي كتير من ناس يقعد يقول لك أنا جسمي متخيلين أن أنسجة جسمنا أنسجة يعني تعمل بطريقة ميكانيكية طريقة ما فيهاش فا منقول لا كل خلية من خلية جسمنا فيها عقل وفيها تفكير وفيها زكاء وفي عندنا نسيج يسمى النسيج الزكي هنعرفه ده اللي بيقدر يتعرف على السكريات يتعرف على الاكسوجين وسانوكسيد الكربون يتعرف عن نواتج الحرب يعرف الكالسيوم من الفسفور نسيج عجيب جدا هنبدأ نتكلم عنه في نهاية الحلقة قبل ما نبدأ نشكر كل المتابعين معنا على قناة الدكتور أمير صالح وعلى قناة الرحمة على اليوتيوب على نقول تفاعلهم البناء واستجابتهم لكثير من نقول بعض الأسئلة اللي بنترحها في القناة وبيجد إجابات ما شاء الله تبارك الله جميلة جدا قبل ما نبدأ حلقتنا بنوه في دلوقتي شركة نساء الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وأن يردهم لدنهم ردا جميلة شركات عملة تعلن على النت وتعلن بتتصل بالمرضى وتقول لهم احنا تابع الدكتور أمير صالح عندنا منتجات وبندي تخفيضه وبنعمل عروض طبعا كل هذه الشركات شركات وهمية أنا مش عايزة أغلط ان أنا يعني يعف اللسان ان أغلط فيه ناس محترمة أسأل الله انهم ربنا يرد لهم احترامهم ما يتقولوش وما يقولوش دي منتجات الدكتور أمير لأن دي كلها منتجات مخشوشة أنا لذلك بضع رقم تليفوني على الموقع اللي عايز يتأكد من المنتج يكلمني وعمل موعيد اتصال سبت واثنين واربع من الساعة واحدة للساعة ثلاثة عصرا تكلموني سبت واثنين واربع أجاوبكم وقولوكم لو كانت الشركة دي شركة غير حقيقية مزورة نصابة أعرفكم ولا تتعاملوا معاهم اتعاملوا مع الأرقام اللي على موقع الدكتور أمير صالح كان لازم أنوه ان كتير من الناس يكلموني يا دكتور احنا خدنا الزيت اللي انت بعتته هنا اقول لهم ما بعثتش شركة ايه يقول لك اصلا الشركة اسمها الشركة الكازا الوهمية يقول لهم لا هذه الشركة لا أعرفها ولا أشجع على التعامل معها اما نجد اتكلم في موضوعنا النهاردة شكة الادم يمكن فكرة يعني الموضوع النهاردة يمكن اتكلمت في حلقة قديمة عن شكة الادم ولكن ما استجد من معلومات ابحاث كتيرة بتنزل كل يوم وبنقول هنا فايدة البحث العلمي يعني ما فيش موضوع اللي انا هتكلم عنه السنة اللي فاتت السنة دي نجد تلاتين اربعين بحث اتنشر في هذه الجزئية فقط خلال بس 2021 2021 يعني من شهر يناير لغاية شهر اغسطس ممكن تجد في المسألة الوحدة خمسين وسبعين وتمانين بحث جديد فيها فلابد ان احنا ننقل ليكم احسن الابحاث اجهزة جديرة بتطلع يعني فيه جهاز اسمه الموجات التصادمية اللي بتعالج شكة الادم كتير من الاسئلة بيجيني حتى الطلبة اللي عندي في الكلية واحنا بندرس لهم مادة العلاج الكهربائي بدأنا الكتب تتغير كنا بندرس الاول موجات الصوتية واشعة تحت الحمراء وفق ما نفسي جي ورانين مغناطيسي دلوقتي لا بندرس حاجات جديدة بدأت موجات جديدة تكتشف من العلم زي الموجات التصادمية الشوك ويفز هل ليها تأثير فعلا على شكة الادم ده اللي هنتكلم فيه النهاردة يعني دعونا بعد ما نسمي الله نقول باسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول يعني ايه شكة الادم الادم نقول مش عظمة واحدة كتير من الناس يفتكروا ان الادم ده عظمتين كده طوال وهم اللي عمليين لا ده الادم ده عظم صغير جنب بعضه وان شاء الله في حلقة جاية اجيب لكم يعني ما كدت كده من البلاستيك شكل الادم قدام الكاميرا والرولك وشكله عامل ازاي الادم نقول بديع ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء يعني فيه ابدع واحسن تصوير ليه بقى الادم عشانه انت ماشي هيتحرك لازم يبقى فيه مفاصل والادم هيبقى فيه قرش فيه كيرف كده عشان ما تدس تضغط على الاوعية الدموية وعلى الاعصاب لا لازم فيهم تجويف يحميهم وفيه اربطة قوية بتمسك العظم ببعضه وفيه اوعية دموية بتوصل الدم ولذلك لو حصل خلل بسيط في الدم الموصل للاصابع او لمشت الادم او للكعب مشكلة كبيرة بتنشأ ونبدأ نسمع نشوف الادم السكري والجرح اللي مش راضي يقفل والفطريات اللي بين الاصابع كل ده في القدم نعم لذلك في الولايات المتحدة دلوقتي عملوا تخصص في الطب اسمه دكتور القدم فوت دكتور دكتور ما يشتغلش حاجة خالص في جسم الانسان الا العناية بالقدم ليه؟ لان القدم هو الركيز اللي احنا بنستند عليها لو انا قاعد هو ده اللي سندني في الارض وانا واقف هو اللي بامشي بيه هو القدم اما بيحصل مشكلة في القدم وجدوا ان ميكانيكية الجسم كلها بتتغير يحصل مشاكل يجد الواحد اللي عنده مشكلة دبوه بس دخل في كعب رجله يبدأ يعرج ويبدأ يزكه عضلت ظهره وكتفه اذا كل الجسم توازنه بيختل من القدم لذلك اللي قاله راحتك تبدأ من القدم كلامهم صحيح ولذلك اختيار نوع الحزاء اللي هيرتديه مريض شوكة القدم اختيار لابد ان يكون دقيق والنهاردة هكلم احبابنا اللي مايقدرش يشتري يقولك حزاء طبي كتير من الاحزاء الطبية الموجودة باهزة التامن وده انا بتكلم كلام حقيقي لو واحد فعلا عنده مشكلة في قدم والطلب منه حزاء طبي بتبقى انه نقول عبء كبير جدا على ان الانسان يشتريه النهاردة نتكلم عن الفرش السيليكون ازاي نقدر نجيه ونركيه طب تعالوا بقى نقول نبدأ كده يعني ايه شوكة قدم عظام القدم ربنا جعلها عظام نقول ملساء مستديرة يعني عاملة كيرف كده بحيث ما تشكش ما تعملش مشكلة مع تراكم كريستالات اسمع بقى الكلمات كريستالات حمض البوليك حمض البوليك ده بيعمل املاح بسموها املاح القدم الكريستالات تعمل كده زي حبيبات دقيقة جدا من الحمض البوليك تيجي في اماكن الارتكاز ايه ده كلام ده وفي ابعاد نقطة عن القلب ابعاد نقطة على القلب فين ده في الصباع الكبير دي ابعاد نقطة لذلك اللي عنده نقرص يقولك صباع الكبير ايه دارات نوافر ده المفصل اه لمه بريح طب النقطة التحميل في الجسم هي الكعب الكعب ده لما على الكتر الحم يبدأ تيجي كريستالات طبعا بظاهرة بتسمى عن ظاهرة بيزو او بيزو الكتريك افكت طبعا الكلام ده كلام علمي من درسه للطلبة ولكن انتو تعرفوه ان بيحصل جذب للعضم العضمة اللي بيحصل عليها تحميل لكريستالات حمض البوليك تبدأ تتراكم مع بعض زي حبات الرملة الصغيرة اللي بتكون صخرة بس تبدأ مع مرور الوقت تتكون المريض يجي يقوم من السرير الصبح يحط كعبه في الارض يسرخ وجع يقول بعد شوية كده خمس عشر ده يتمشى يدخل الحمام ويطلع ويتوضى ويصلي بعد تبدأ يجهز في طارق الوجع يقل اللي حصل هنا بيحصل حاجة اسمها اكوميديشن يعني ايه اكوميديشن يعني بدأ الجسم يتعود على الاشارة اللي طلع من كعب الرجل للمخ فيبدأ الالم يقل رحمة بينا شوف ربنا رحيم سبحانه وتعالى المريض هو ماشي وعمال يدوس على كعب رجله واتكونتله شوكة القدم يبدأ بعد فترة ويبدأ يقول لك اعمل رجلي بماية بخل بخردل هاخسر رجلي هعمل حمام ادم يبدأ يتعايش دون ان يجري تحليل طب لو هيعمل تحليل طب مريض بيعمل تحليل طب ازاي لازم يعمل تحليل دم وتحليل بول كتير من الناس يقول لك انا الدم نسبة حمض البوليك حلو لكن عندك البول اخبره ايه يقول لك زائد ثلاثة يوريت املاح حمض البوليك زيادة ثلاثة طب يعني ايه ده ده يعني الجسم البول اللي طالع من عندك مشبع بحمض البوليك ده بدن في مشكلة طبعا اول مشكلة عكلا خد بالك مش مجرد اقول لك كعبك وشوكة الكعب ده ربنا بيبعث لك انذار جرس بيقول لك اهو احذر اذا لم تنتبه لحمض البوليك بعد شوية تدفع الضريبة بس مش في الادم في الكلة هتلاقى حصوة تحصل وممكن وظائف الكلة تختال الكريتنين واليوريا يبدأ نسبتهم ترتافع في الدم فطبع اعمل ايه يا دكتور اقول لك ايه وابدأ من الاول العلاج يبدأ من البداية البداية ايه النظام الغذائي طبعا انا هبدأ ايه النظام الغذائي بتاعي البعد عن اللحوم الحمراء واحد بقول البعد عن اللحوم الحمراء الاكل يعني لحمة سمينة تقولوا لا مش هو ده المقصود اللحوم الحمراء اللحمة اللي هي لونها احمر يعني ممكن اكل سدر الفرخة ده اللحوم البيضاء ممكن اكل سمك السمك ابيض من الداخل وفيه احمر زي الماكريل والتونة والسردين لا انا عايز اكل سمك يبقى من جوه ابيض طيب سدر الفرخ قالوا جيد جدا بالنسبة اليوريك اسد بس مش بالنسبة كبيرة يعني اكل بس اكل باعتدال والمسألة تأتي في ايه ان واحد يأكل كمية يمكن بيشوف المشكلة دي بوضوح جدا واحد يبقى عنده حمض البوليك يعني اه بس ما يزيدش وتبني المشكلة الا بعد عيد الاضحى المبارك في عيد الاضحى الواحد مفروض بيأكل جرام لحمة لكل كيلو جرام في اليوم او جرام بروتين عشان يبقى كلامي دقيق لكل كيلو جرام انت وزنك 80 كيلو وبقاليك 80 جرام في اليوم بروتين البروتين ده يدخل فيه البيض ويدخل فيه الفول ويدخل فيه الطعم ده بروتين شوية طبق العدس اللي انت بتاخده ده بروتين خلينا نقول ما بتاكلش بروتين غير حتة اللحمة اللي هتاكلها مفروض تبقى 80 جرام يعني جرام لكل كيلو جرام منك بوزنك تعال اشوف في العيد لا ده الواحد بيأكله نص كيلو يعني 500 جرام يعني نص جدو ده 500 جرام اما بقول كده فبكلم بعض المرضى لقيت واحد بيقول لي لا ده انا باكل في العيد يمكن في كل وجبة كيلو يعني تاكل في الفطار قال لي اه العيد افطر واتغدى واتعشى لحمة بس ممكن انوع قوله تنوع ازاي يا استاذنا قالك يعني في الفطار افطر كبدة وقلب واعمل حلويات اللي هي بقى الفشة وتاب واجي في الغد ااكل اللحمة بالفتة اللي هي اللحمة المسلوقة وفي العشة بقى بتبقى لحمة مفرومة كفتة ولحمة محمرة وطلقه طيب كمية اللحمة اللي انت كلتها لا يستطيع الجسم هضمها بالشكل الصحيح ده بقول عشان كده بتظهر اللي عنده زيادة حمض البوليك تبدأ الزيادة تظهر في ايه الام مبرحة والالام خد بالك مش لازم تبقى في الادب ممكن في الكوعين الناس اللي بيعملوا اعمال مكتبية طول النهار قاعد كده يجي لك يمسك لك كوع ويقول لك كوعي قاله مش نيك جد هل ده ممكن يبقى حمض البوليك نعم حمض البوليك طيب اما بنحلل ونلاقي حمض البوليك مرتفع في الدم بعض الناس ومش كلهم دي نسبة بنقول نسبة تتراوح ما بين اتناشر لاتنين وعشرين في المية من اللي عندهم نقرس نجد ان النسبة في الدم جيدة ولكن في البول مرتفعة لذلك بقول ايه للمريض حلل الاتنين مع بعض حلل حمض البوليك وحلل يوريك اسد معه يعني ايه حلل البول مع دم طيب اما المريض يحلل البول مع دم ولقى حمض البوليك مرتفع ايه الخطوة اللي مفروض يعملها اولا ياريت معنا كلنا انا عايز كل اللي بتفرج علي مع ورق او قلم ويكتب الامتناعا كلمة الامتناع انا بحبش اقول ممنوع او الاقلال لا انا عايز اتعالج امنع ربنا سبحانه وتعالى ادينا اكل كتير تنوع يعني مش زي باقي المخلوقات يعني بعض الحيوانات اكل اللحوم ما يكلوش غل اللحمة بس اكل النباتات يأكل نباتات بس لكن احنا بناكل نباتات وحيوانات واسمك وبناكل حاجة كتير فالتنوع ليه مجيش بقى عند اللي ربنا مناعها ونروحنا كلها طب ربنا اللي مناعها طبعا اللي النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث طبعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر مفتر مفتر ان يصيب الجسم بالفطور طيب منعنا دلوقت هنمنع ايه اكتب معايا اللحوم الحمراء الكبد الكلاو الطحال القلب الاوانس البط الوز الحمام الفول الطعمية العتس الحموس الترمس التسالي اللب والسوداني المكسرات الببسي الشيبسي طب هنمنع ايه تاني هتمنع الشاي والقهوة وطبعا نمعهم بقى النسكة فيه والكابيتشين والعيلة دي اللي انت الاسماء الجديدة اللي احنا بنسمعها عن منتجات القهوة طيب اما منع دول لابد ان نفهم ان بمنع ايضا معاهم الشعير ان كتير يقولك باشرب شرب الشعير الشعير فيه حمض البوليك عالي اما لا اشرب ايه يا دكتور خد بقى العكس يبقى البقدونس مفيد شواشي الدورة شواشي الدورة او احنا ما بنقشر كده كوز الدورة بيطلع فيه حاجة عاملة زي الشعر اللونه اصفر دي مفيدة جدا طبعا بتخسل الكلة اما بتتغلي بتستغلي بها خفيفة جدا ونغلي كمية بسيطة كتير من المرضى اما نجي نتكلم معاهم نجد افراط في الكميات لانا بقول قليل جدا ما يعادل نصف ملعقة وما يغليش مجرد يفور عالنار ويتشرب مرتين تلاتة في اليوم عصير البقدونس عودين مع الكوبات مية تضربه في الخلاط يتشرب طيب وشرب المية كتير طب احنا قلنا كده خلاص غسلنا من الداخل طب من الخارج ادهن كريم جوينت فليكس جوينت فليكس بلس وبقول ده كريم اللي بعض الشركات قال بقول يعني ربنا يا رب يزيدهم احتراما امتنعوا عن بيع اشياء مش بتاعتهم طبعا جايبين حاجات مخشوشة وعلب مخشوشة وبيع بوعوها تحت اسم ان ده نيو جوينت فليكس بلس ده طبعا غلط مش طبعا بنقول ده دهان المفاصل ليه انه مضد التهاب مضد للالم كم مرة في اليوم من مرتين لتلاتة طب ايه تاني البس حاجة اسمها فرش سيليكون في بعض الناس يبقى القلم عند مشت الرجل من قدام يقولك عند العظمة القدامين ايه وفي ناس عند الكعب شكت الادب وفي ناس في بطن الرجل كله يقولك بحيس شطة وحرقان في ادمي اما بجيب النعل السيليكون وهنا بقى دي اللي بوص بياه بعض الناس يجبوها بحطوها جوه الحزاء اللي بيخرج بياه عزاكم الله الحزاء اللي بيخرج برا البيت طب ما في البيت لا بشبشب او ماشي حافي لا اولا اللي عنده شوكة ادم او التهاب في الغشاء المبطن للقدم ميمشيش حافي خالص طب لو يلبي الشبشب هيلزق ازاي يا دكتور الفرش السيليكون اه فيه عند الموان حاجة اسمها دبل فيس عبارة عن لازق بيلزق من ناحيتين وموجود في بعض المكتبات نجيب نلزق في الفرش من ناحية وفي الشبشب من ناحية طول ما انا ماشي بادوس على رجلي ادوس على السيليكون ليه؟ علشان ما زودش نقط الضغط زي ما قلت يمكن في بداية الحلقة في حاجة اسمها ظاهرة بيزو او بيزو الكتريك افكت ان بيحصل في نقطة الضغط شحنات كهربية تمتص الكريستالات بتاعت حمد البوليك وتكون لي دبابيس او شوكة تقلبني طب يبقى كده هنلبس فرش طب هل الحجامة مفيدة وده سؤال بيجلي كتير جد مفيدة لشوك طبعا مفيدة ليه؟ بتتخلص من الاملاح اللي الجسم مش قادر يتخلص منها طب اماكنها يا دكتور هل نعملها على بطن الرجل؟ لا مش على بطن الرجل خالق يحذر عمل الحجامة على بطن الرجل بعض الزمله والحبايب اللي انا بحبهم بس بحب انصحهم لان الدين النصيحة ولازم انصحهم من الاخوة الحجامين تلاقيه يقولك عملتها ويصور فيديو ويجيب صوره على النت واو عامل على بطن الرجل ومحصلش حاجة اقوله لا مفيش حاجة اسمها محصلش او حصل حاجات كتيرة جدا ولكن انت مشوفتش نتائجها يعني المريض ممكن تقذيه مش لازم بقى يقولك اتحسنت ادبس ممكن تقذيه في حدة تانية في جسمه لان باطن القدم يمثل الجسد في نقاط ردود الافعال يعني في نقطة تمثل البنكرياز في نقطة تمثل الكبد نقطة تمثل المعدة القولون فانت ممكن يتعب المريض نتيجة انك عملتله على بطن قدم ومتحت نهيك ان ممنوع عمل الحجامة على القدم لمريض السكر ليه واحد يقولك ان عملتها والحمد الله سليما نقوله احمد ربنا انه ما حصلش المريض قدم سكاري يعني بعض الاخوة ربنا يا رب يبارك لهم ويحفظهم ويردهم لدينهم ردا جميلة اللي مسمي نفسه يعني مش اقول اسمه ايه اللي بيصلح الفقرات يعمل فيديوهات طبعا بنشوف المرضى بيقولنا عياداتنا جاءت مريضة عندها تنميل في جسمها كل ليه؟ بتقول ما شافش الاشعة الرنين اشعة الرنين موجود هو مش دكتور نسأل الله انه يعني يهديه موجود فيها غدره فين في الرقم ودي يعني لسه خرديجت جامعة بقالها سنتين ثلاثة ولسه شاب فبتقول الالم فرقابتي في كتفي ويتقول اول ما شاف الاشعة قال لا ده انا هحركها بس ثانية هب رح مسك الدماغ طق 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 طول سرخت الام وبرحة تنميل في جسم كل التنميل في الجسم طول مش راضي يروح راحت لدكتور اعصاب قال لها ده الغدروف زاد ليه؟ عمل اشعة رنين تانية فبيقول اللي كان الغدروف حتة صغيرة ده طلع منه غدروف كبير وهتلبسي رقبة واحتمال كبير لو ما تحسنتيش هنعمل عملية في الرقبة طبعا نقول دي جريمة اللي اساسا مدرس طب ويعني تصدى لهذا الامر بتصدى بايه؟ بيعني نقول يعني نقول بفتوانة انا عايز اللفظ والله بدور على اللفظ الجايد انه يعني فتح صدر اه لأ هتجيب نتيجة يعني اذا كنت وانا بدرسها لطلاب الدكتوراه يعني بدرس لطلاب الدكتوراه دكتوراه ده يعني ايه؟ يعني واحد اتخرق خد خمس سنوات وامتياز وبعدين اشتغل خمس سنين وخد ماجستير ويعني راحت هيبقى استشاري الدكتوراه ده يعني هيبقى رئيس اسم في اي مستشفى حكوم اما اجد الرسله هذا الموضوع تحريك الفقرات ببقى عندي حرص شديد اقول له اياك اياك انك تعملها بدون ما تشوف اشعة الرنين وتشوف اتجاه الغضروف فين ولو في غضروف ما تعملش ولو فيها شاشة ما تعمل قدلوا تحذيرات كتيرة ليه؟ هو الهم ايه هو الخوف على المريض انا من المريض اما يجي له اعمل له اي وسيلة سهلة او سيلة امنة مال احنا عمليل برنامج اسمه الطب الامن دي عشان نخاف على المريض لكن مجيش انا علشان اعمل اسمع صوت تقطاع ويقولوا علي ان انا راجل كويس وبعمل تقدر اروح اقذي مريض حتى لو هقذي واحد كل ميت مريض لا انا كده برضو بدور لا انا اعمل الامان حتى لو مش هيتقال عني ان شاء الله ما تقال المهم ربنا سبحانه وتعالى اما القاه ما القاهوش وانا قازي مريض في مفاصله او في فقراته طيب شوكة الادم احنا بنقول مهم جدا لبس الفرش الحجامة جيدة جدا دهان جوينت فليكس بلاس صبحه وظهره بالليل المريض لو وزنه زيادة نحاول نقلله عشان الحمل اللي على الادم وممكن نعمل الشوك ويفز اللي هي الموجات التصادمية كتير من المرضى يقول فيه دكتور قال لي احقنك اعملك حقنة كورتزون اقول له لا بلاش تعمل كورتزون يعني خليك في الحاجة السهلة انه ممكن كورتزون دي اضرار لو تعامل موضعي طب واحد تاني يقول طب اعمل جراحة اوشي للشوكة طبعا الجراحة انا بتكلم عن الابحاث العلمية اللي وردت في المجلة البريطانية البريطانية للعظام بتقول ان شيل الشوكة بالجراحة بيحصل لها انها تنمو من جديد فما بقاش حل مثالي لهذه المشكلة طيب دي اول حاجة في الحلقة تاني حاجة هنتكلم فيها النهاردة اختلاف الشخصية هل نتيجة العلاج بتتأثر باختلاف شخصية المريض ولا لا طب الابحاث الجديدة بتقول ايه ان شخصية المريض تتحكم في العلاج كلام جديد يعني واحد هتدي له قرس مسكت ده يخف ان ده ليه شخصية معينة والتاني هتدي له واحد تاني ما يخفش اه ازاي بنقول عشان مفيش علاج واحد لكل الناس يعني لو جينا اي مرض في الدنيا لو انت روحت عندك مسك خشونة رجبة بنجد فيه 300 دواء لخشونة الرجبة تروح لدكتور اكتب لك 5 تروح للتاني اكتب لك 4 تروح للتاني ما فيش حاجة اسمها ايه دواء واحد اه فيه دواء مضد التهاب دواء مسكن دواء بسط عضلات بس نيهم احتلافات ليه ان استجابة الاجسام لكل دواء مختلفة يعني واحد يقولك انا خدت الدواء الفلاني والله وارتحت عليه واحد تاني يقولك خدته ما هعمل ليش حاجة واحد تاني يقولك خدته وعمل لقرحة في المعد نفس الدواء بس اختلف العلاج من مريض لمريض ايه المشكلة اللي حصلت اختلاف الشخصية يعني ايه اختلاف الشخصية يعني قاله اولا فيه شخصية المتفقلة واحد وهو مقبل على اي دواء يقولك ان شاء الله هجيب نتيجة انا حاسس هو متفقل بطبعه بيعمل اي حاجة في الدنيا عنده تفاقل عجيب ان شاء الله ربنا يوفقني ان شاء الله هقدر اعمل كده ان شاء الله حقق كذا العلماء يقولوا الشخصية دي تحديدا بتحقق كل اللي عايزاه حتى في العلاج بتخيف حتى لو تصبوا مرض ولا عايزوا بالله جديد يقولوا هذه الشخصية ربنا سبحانه وتعالى بيكتب لها الشيف حتى لو في حادث وتقلبت بيه العربية يقولك لا ان شاء الله ربنا هينجيني وهو بتتقلب العربية ينجا ما يتخدش قال له ايه اللي بيحصل قالك ان ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي بيقول انا عند ظن عبدي بيه فان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر ايه الكلام ده التفاقل تفاقلوا بالخير يتجدوه فالشخصية المتفاقلة هو شخص بيحسن الظن في الله يعني يقول ايه لا ربنا هيش فيني يعني تلاقيه حتى جاي يقولك عايز اعمل حجامة انا دكتور امير عندي قلم في كتفي ووجع في عظمة اللوح والكتفي مش عارف ايه وسمعت عن الحجامة وعرفت انها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وان شاء الله هخف بقوله طيب هنشوفك نعمل كده نحرك الكتف اه اقوله انت محتاج تلات جلسات فهو يقول بإذن الله مش هحتاجهم هي جلسة واحدة وهتلاقيني خفته بقيت زال فل اسبوع على ايه بيتصل بيه يا دكتور امير بفضل الله الحمد لله الالم راح وبفضل سنة النبي عليه الصلاة والسلام وانا الحمد لله مش محتاج وانا اشكر ربنا نقول إذا سبحان الله ده شخصيته متفائل تعالى بقى عن نقيض ودي شخصية بنشوفها كتير اللي يمدي شخصية المتشأمة السلبية يعني تيجي تقوله كده هو جاي يعمل ضهره واجعه وزوجته عملا تدفعه ده فيعمل حجامة واعمل وهتعمل ولا هتعمل حاجة الحجامة دي ولا هتعمل ده شواء الدم ما يخرجوه وهتعب اكتر هو طالما توقع التعب الاكتر يتعب لذلك يعني بقول قاعدة لكل تلامزتي يما بيجي يعني ان عالج بأي اسلوب ما أسأل لي بالعلاج اشرح للعيان ولو لقيته عنده شك في العلاج ما تعملونوش قل له لا أنا عايزك تروح اقرأ استخير ربنا وما تيجي تعمله اعمله وانت رادي ومسلم لله شوف ده فرق في الاتنين وذلك كان الاطباء زمان كان عندهم كلمة جميلة جدا يعني الاطباء ما يقول كده من ايام ابن سينة والناس القديمة يعني والزهراوي والناس دي كان يقول للمريض ايه ساعدني في العلاج ساعدك ازاي ساعدني انك تبقى متفائل ساعدني انك وانت بتاخد الدواء يبقى معندك انشي راح صد ساعدني بالدعاء ان ربنا يشفيك ويعفيك ساعدني بالصدقة تصدق على نفسك كده ده ومرضاكم بالصدقة ساعدني بحسن الظن في الله ساعدني الله الله يبقى المريض عليه فلاقيت في البحث الجميل اللي بقوله لكم ده ان المريض عليه اكتر من 90% في الشفاء انا مش بقول كده عشان اقلل الضغط على الدكاترة يعني المريضة ما يخفش نقول له انت اللي ما عملتش لا ولكن بقول انت استعداداتك كانت ايه للعلاج يعني انت بتاخد نوع العلاج لا انا مستعد ان انا ان شاء الله هبقى كويس ان شاء الله خف ان شاء الله مش احتاج لي جراحة ان شاء الله طول ما الواحد عمال يتفائل بالخير يجده ليه ان ربنا عند ظننا حسن ظننا فيه سبحانه وتعالى طيب في شخصية تانية بيسموها شخصية المحارب يعني احنا ضربنا مثالين مثال الشخصية المتفاقلة والشخصية المتشاملة فيه شخصية المحارب ده اللي هو ايه اللي ما بيخافش بسم الله شخصية المحارب دي بنشوفها ويا ريت دي بقى دخلنا كده نشوف وهنا انا بقى يعني اهمس في اذانكم يا ريت نستخدم النت في الحاجات الجيدة انا بقول شخصية المحارب دول الناس الناجين من السرطان مثلا عملوا في كتير فيديوهات كل واحد بتكلم عن تجربته الشخصية وانه عنده اسرار وعزيمة وعنده تغيير في نظام حياته نظام اكله نظام نوم ودي شخصية المحارب ايه هو تخيل نفسه في حرب ضد هذا المرض اللعين مرض السرطان وبدأ يستعين بالله وبقراطه ثم يعني ثم بقراطه بدأ يمشي على الطريق السليم ينظم وجباته نوعية الاكل كمية الاكل يمشي كل يوم نص ساعة ينم بدري يزبط طريقة النوم غير نظام حياته بالكامل شخصية المحارب دي شخصية متستسلمش بسهولة عكسه على طول شخصية المهزوم او المنهزم ده اول ما يعرف انه في التشخيص جاله ورم يقول لك خلاص ده يسلم سلاحه ويبدأ يعيطه بص لعياله وهسيبهم لمين ودول هيضيعه وانا هعمل وانا هساو وتلاقيه بقى فيه خلال ايام معدودة فقد وزنه وما بيكلش حالة نفسية منهزمة بنقول دي الشخصية دي بتبقى سريعة الى الانحضار والعزو بالله ممكن تؤدي للوفاة لذلك بعض الاطباء وهنا بقى الكلام اللي بقولهم للدكاترة اياك انت بص روح الانهزام في المريض بمعنى ايه انا عايز المريض تقول له لا انت ان شاء الله حالتك كويس ما عندكش حاجة بعض الدكاترة يشوف المريض جاله ورم يقول له خلاص احنا نعمل ايه كل بقى كل حاجة وحالتك مش عارف ايه ومش نافع لها ولا اشعاع وما ينفع لهاش جراحة ومكانها صعب ويبدأ يديله كلها محبطات طبعا المريض اللي هنا ده فيه في العالم دلوقتي اسمه بروتوكول علاج الاورام في حالتها المتأخرة ايه بروتوكول ده بيقولك العلاج الطلطيف طلطيف يعني ايه يعني نقعد يديله امل وتفاؤل ويقعد حاجة اسمها ريكرييشنال ثرابي العلاج بالطرفية نرفح عنه نبدأ نعمل له جالسة يقعد يقرأ قرآن نعمل له مش عارف ماتش يلعب فيه نشط نفسه نقولش بقى ان انا تعبان لا احنا نعمل لك مش عارف ايه حاجة انت بتحب تمارس هواية ايه يقولك هواية الطبخ تلاقيه هو عمال يطبخ ويعمل انا بتسمع الازاز انا بعمل كذا هوايات ما نخلوش يستسلم كلمة الاستسلام عند المرض تؤدي الى مشاكل كبيرة جدا يبقى الشخصية نوع الدو واحد بس فيه شخصية متفاقلة يقولك لا انا ان شاء الله خف وشخصية محاربة لا انا اواجه المرض فيه شخصية اعزو بالله متشأمة او شخصية مهزومة فيه بقى شخصية المريض الشكاك يجي تقوله عايز اتعالج بكذا يقولك انت متأكد هجيب نتيجة يا عم العلم عند الله يعني شخصيا بيجيني سؤال واحد يسألني مرض كذا نعالجه بيه يقوله نمر واحد هتاخد كذا نمر اتنين كذا ثلاثة كذا بعد اما يخلص يقولي انت متأكد ان ده هيش فيني السؤال في ذاته غلط انت متأكد احنا ده اعلم الغيبة الا الله انا بوصف لك ما استطعت المبلغي من العلم اللي درست وتجاربه في الحياة بقول لك لكن انت لا انت متأكد ان انا هخف ما فيش حد متأكد والله انا خايف في الدواء ده يتعبني هنا يبقى شكاك انا خايف لا يحصل عندي هبوط شكاك انا خايف لا حسن يعمل لي قرحة في المعدة يعمل لك ليه بقى انه هو شكك في الدواء وبعدين النوع ده بيبقى صعب جدا انه بيدخل على النت اول حاجة يدور عليها يقول لك مضاعفات الدواء الفلاني عنده سواس لا المرض ده هيجيبني تعب ده ده بتالي ابعد اما تيجي تديله اي وسيلة قل له تاخد الدواء واستخير ربنا لان ربنا هو اللي هيدلك لكن لو انت تديت فوله قلت له ان شاء الله يتخف يتصل بيك قلت له خف وما خفيتش اعمل ايه انتوا بس بتقولوا كلام انا لفيت عد كاترة كلها محدش لا انت بتقولوا والله والعلم بيقول كذا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بتقول كذا اعمل بيهم طيب بالنسبة للشف اخد بيه اخد بيهم بس بعد الاستخارة استخير ربنا سبحانه وتعالى لان ربنا هو اللي هختار لك واعلم ان ربنا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن عكس شخصية الشكات شخصية المتوكل على الله يعني ان هروي هنا قصة ويمكن يعني كتير من الناس قالوا ما جاش تحكيها بس احكيها لله احد الفنانين رحمة الله عليه كان الفنان سمير غاني اه وانا في السعودية اه مشغل في مستشفى كبيرة اه الراجل كان بيعمل مصرحة الاطفال ظهروا تعاروا فجابوه يعرضوله الوان العلاج عندنا علاج عظام عندنا علاج كذا علاج كذا ف جابوه قالو طب نسمع من الدكتور امير يعملك ايه فبيقول لي ظهري وجعني فقلت له ممكن تعمل الحجامة فهو الاسم بالنسبة له وشده قال لي يعني ايه حجامة قلت له دي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام انا بدأتها بكده انا بدأتها بكده وبنحط الكاسات على الظهر وبنشرط وبنعمل الم وبنحطش بنك وبنطلع شوية دم ظهرك بيبدأ يتحس فلاقيت الكلام انه جميل او انا بتكلم اهو غاب بقى عند ربنا سبحانه وتعالى ناس الله ان يرحمه لقيته بيقول لي ايه يعني سدنا النبي عملها انا استغربت من السؤال قلت له اه سدنا النبي عملها وكان معه يعني بعض الزملاء فقالوا ده هيشرطوك ابو صمر هيتعبوك قال لي سدنا النبي عملها قلت له اه عملها قال لي توكل على الله يا دكتور وعملها فده شخصية المتوكل المهم عملتله الحجامة نزل من على السرير يركع ويسجد ويقول اللهم صلى على نبينا محمد انا ضهري بقالي عشرين سنة باشتكي وتيجي في سنة دي في لحظات قلت له والله مش الحجامة اللي شفتك الله اللي شفاك لانك اما امنت بسنة النبي وقلت توكل على الله يا دكتور ربنا شفاك يعني نقول دي من الامثلة امثلة في التوكل ان انت قلت كده طبعا ما تبقاش بتقول ايه انا شاكك انها تنفعني ولا ما تنفعنيش انا بضرب مثال في نوعية مرضى نسأل الله ان يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين اللهم امين في شخصية المريض القوي ايه المريض القوي دول اللي هم اصحاب الهمم يعني عنده هم عنده عزيمة تقول له ممنوع كذا يمنع مش يقعد يقول تقول له مثلا انا النهاردة يعني كلمنا عن النقرس ونقول ممنوع الله ده مريض قوي عنده تحكم في اقراطه تجي تقول له ممنوع كذا يقول له خلاص ممنوع ايه تاني يا دكتور عايزك تنام بدري كل مواعيدي تتلغي المتأخرة عايزك تعمل كذا حاضر عنده قوة ارادة بيتحكم في نفسه عكس المريض الضعيف تجي تقول له كده يقولك طب ما ينفعش اكل حتة لحمة طب مش ممكن اشربش مش عارف ايه طب انا بحب الشاي التقيل طب ممكن اشرب في نجنين قهوة تقول اعمالي يا تحايل ضعيف مش قادر مريض نقول له التدخين هيضرك انت عملت كحه وسدرك وعملت يروح جاي يقولك ايه طب ممكن معلش بعد اذنك سجارتين في اليوم يا عم انت سدرك خلاص في تلايف اتقل لا فبنقول نوعية المريض القوي ساعدك جدا في العلاج ليه ملتزم واحد تيجي تقول له كذا يقول لك حاضر فانا بقول للمرضى الادوية واحدة والعلاجات اللي في الدنيا واحدة بس اختلاف نوع المريض يعني عايزك تكون من الشخصية المتفقلة الشخصية المحاربة اللي ما اهمكش تكون من المتوكلين على الله يعني اعقلها وتوكل من اصحاب الهمم من المرضى عندهم قوة في الاراضة والتحكم المريض الملتزم تقول له انا عايزك تعمل الحجامة مرة في الشهر المدة التلات شهور يعملها مرة يتحسن تمانين في المية وبعدين يقول لك خلاص سيبك بقى منها ومش اعملها بعد ما يتعب تاني يتصل يا دكتور انا عملت الحجامة مرة وفات تلات شهور اجي اعمل التانية تقول له التانية ما انت كنت عملت على طول بعد الشهر التاني علشان ربنا سبحانه وتعالى يقولنا عليك بالشفة اغوية اعمال الشهر التالت يبقى ثلاث مرات لكن ما تجيش تعمل واحدة كل فترة بعيدة وتتحسن خمسين في الميلاء احنا ربنا خلقنا في احسن تقويم عايزين نرجع نبقى في احسن تقويم فبنقول الالتزام يعني في مريض يجينا نقص في فيتامين دال نقول له انت عندك اغلب النساء يعني عندهم نقص فيتامين دال محتاجة الدواء او العلاج لمدة ثلاث شهور متتالية جسمها تقول بطقطة والعظم بيوجعني وقلم متروح واخد العلاج لمدة اسبوعين ثلاثة لقلم يخفي شوية شهر متروح موقف يرجع الوجع تاني يا ست احنا قلنا لتلات شهور تقول لك ما انا خدت شوية قلت بقى الدواء كتره مش كتره ده فيتامين وجسمك عنده نقص شديد وحاد ليه تفراتي في هذا يعني احنا بنقول الالتزام في الدواء والالتزام في العلاج بيأتي بنتائج طيبة اختلاف الشخصية بنقول نسأل الله سبحانه وتعالى انه يقوش شخصيتنا على الحق ونكون من المتفائلين نعم اعرف ان الناس كتير الان في حالة من التشاؤم يشوف حرائق في دولة ويشوف فيضانات في دولة ويشوف اعصار في دولة ويشوف بالخير تجدوه عايزين نشيع روح التفاؤل والإيجابية في المجتمع نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نسبح ونحمد ونكبر ونهلل نذكر ربنا ربنا يذكر ننصلى على النبي ربنا سبحانه وتعالى ان الله وملائكة يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم تسليما هنصلى على النبي واحدة عشان ربنا يصلي بها عشرة انصلى على النبي عشرة ربنا يصلى عليها بيامين والمضاعفات بقى وانقول فضل 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 في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم احبائي في الله ونحن في ختام هذه الحلقة اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزمنا علم وان يجري على ألسنتنا ما يرضيه عنا اللهم امين وفي الختام اسأل الله ان يشفينا وإياكم وان يرفعنا وإياكم في أعلى عليين ويسكننا وإياكم الفردوس الأعلى اجمعين اللهم امين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته